طيب بيبقى معنا دكتور زغلول دكتور وسامة يعني في أول ظهور لرئيس أردوغان وأمام منزله في اسكدار كانت معه زوجتها السيدة الفاضلة أمينة أردوغان وكانت دموعها حاضرة وهو مشهد يعني لفت الأنظار بأنها بكت في أول كلمة لرئيس أردوغان أمام منصاره ومحبيه بعد إعلان فوزه بهذه الانتخابات بماذا تعلق على هذا المشهد؟ طبعا نحن كنا أمام حملة انتخابية ماراثونية قوية وكنا أمام ضغوط شديدة مرست على الرئيس شفنا تصريحات وإشاعات وتقولات وتخرصات وتجاهل للإنجازات وهذا الحقيقة يعني زويل وجرح ذوي الخربة أشدوا مضغطا على النفس من وقع الحسام المهندي فالإنكار المجهود وإنكار التاريخ وإنكار ما فعله الرجل لهذا البلد بشعارات للأسف جوفاء كالمستبد الدكتاتور هذه الشعارات التي ملأت الإعلام سواء إعلام المعارضة أو الإعلام الغربي للأسف يعني هم لم يروا دكتاتورية الحقيقة نحن نتمنى أن يكون لدينا دكتاتور في بلادنا زي الرئيس أردوغان يكون بهذا القدر من التسامح والانفتاح ويكون حارس وأمين على أن يرد الكلمة للشعب وأن تكون هناك انتخابات حرة يسمح فيها للجميع زي ما أنت شفت التجمعات المليونية والوسائل الإعلام التي لا تكف على مدار الساعة والطعون في إنجازاته ومع ذلك الرجل بكل بساطة خاضى الانتخابات كغيره يعني ينتظر كلمة الشعب وعندما استمع إلى هذه الكلمة بالتأكيد ستكون لحظة مؤثرة لحظة أن يعيد الشعب الأمانة مرة أخرى لهذا الرجل ويحمل المسؤولية لخمس سنوات أخرى ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة